أهلاً بالجمهور الكريم في حلقة سابقة تحدثت عن الآية الأولى من سورة الإصراء تعني كما قلت صعود موسى لجبل حريب ثم معراجه لأرشليم السماوية أو الجنة وهذا المعراج جاء في تلمود البابلي بحسب الناس رباي يهودا ورأينا أن القرآن ينفي معراج محمد بحسب نفس السورة سورة بني إسرائيل في الآية 93 إذن المسجد الحرام هو مسجد موسى أما المسجد الأقصى فهو أرشليم السماوية وهذا الطرح لم يقبله الكثيرون لأن فكرة المسجد الحرام ترسخت في عقلية المسلم وحتى غير المسلم هو المسجد الحرام بمكة والمسجد الأقصى هو بيت المقدس ولهذا تقدم الأستاذ أسامة من المغرب بتعليق مهم يقول فيه إن كان المسجد الحرام يشير إلى جبل حريب فعلا فبأي معنى يمكن فهم الآيات التالية فولي وجهك شطر المسجد الحرام ثم سورة الفتح 25 هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام كذلك سورة الفتح الآية 27 لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون إلى آخره كذلك جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد إلى آخره سورة المائدة الآية 97 فعلا يجب توضيح هذه النقطة ولهذا ارتأيت أن أعيد فكرة الحلقات السابقة في موضوع بيت إيل الكتابي ونبدأ بإبراهيم الخليل حيث بنى مدبحا للرب بحسب التوراة في صفر التكوين الإصحاح 12 العدد 7 وكذلك النبي يعقوب في صفر التكوين الإصحاح 28 العدد 12 إلى 19 وهكذا تكرر الأمر عدة مرات فحضور الإله يهوى في مكان ما يصبح في لحظته مكانا مقدسا وهذا ما رأيناه في قصة موسى في صفر الخروج الإصحاح 24 العدد 14 أكدها النص القرآني في صورتي طه 12 والقصة 30 وبعد نزوله أي موسى من جبل حريب أمر بوضع اللوحين في تابوت العهد أو تابوت الشهادة كما جاء في صفر الخروج الإصحاح 25 العدد 16 وكذلك في صفر التتنية الإصحاح 10 العدد من 2 إلى 5 ويسميها القرآن تابوت السكينة كما جاء في صورة البقرة 243 من خلال صفر الخروج الإصحاح 25 العدد 10 تتضح الغاية من وجود هذا التابوت لحفظ اللوحين وعصى موسى بداخله ثم يوضع داخل قدس الأقداس بخيمة للشماع والغاية هي سكون الرب وكلمته في وسط شعبه كما يفيد العدد 8 من نفس الإصحاح فالإله يهوى يحل أو يسكن في بيته بيت إيل وهذا البيت متنقل بتنقل شعبه حتى زمن بناء أول هيكل إذن بيت إيل هو مكان حضور يهوى له الحرمة والقداسة أينما وجد تابوت العهد أو الشهادة أو السكينة فعبارة مجد الحرام تتكون من كلمة مجد باللغة العبرية والآرامية أصبح معروفا بمكان تعبد المسلمين ولكن واقع الأمر أنه كان يعني معبد هيكل من كلمة سجادة بالجيمة الآرامية بمعنى كفر ركع عبد إذن المسجد الحرام وقت موسى في الأيام الأربعين التي صعد فيها الجبل هو الجبل نفسه ثم انتقلت هذه القداسة والحرمة لخيمة للشماع وفيما بعد لهيكل بيت هامقداش بأرشاليم هل هذا مفهوم؟ الماء المسجد الأقصى فهو أرشاليم السماوية بمعراج موسى إلى السماء بحسب التلمود البابلي كما قلنا أصبح كذلك يرمز إليه ببيت المقدس فيما بعد خاصة عند بناء هيكل سليمان ولتوضيح الأمر أكثر نأخذ الآيات التي ذكرها الأستاذ أسامة ونبدأ بصورة البقرة 144 قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتابة ليعلمون أنه الحق من ربهم إلى آخره هنا صاحب النص أي محمد يبحث عن قبلة بعدما كان يستقبل بيتها مقداش كباقي اليهود والنصارى فجاءه الأمر بتغيير القبلة نحو أصل المسجد الحرام أي جبل موسى وذلك لمعرفة من يتبع محمد حقيقة كما تشير الآية التي قبلها أي الآية 143 وأهل الكتاب يعلمون جيدا أن وجهته الجديدة كانت على حق لأنها الأصل لكن رفضوها متسائلين ما ولاهم عن قبلتهم وذلك واضح في الآية 142 وهذه الطريقة الدكية لمعرفة من هم أتباع محمد الحقيقيين كانت محسومة لأن أهل الكتاب لن يقبلوا بتحويلهم عن قبلتهم بيتها مقداش مهما حاول محمد كما تفيد الآية 145 والسؤال المطروح لماذا رفض أهل الكتاب القبلة الجديدة رغم أنها في اتجاه المكان المقدس الذي تجل الله فيه لموسى ونزلت فيه الوصايا العاشر الجواب يتطلب أولا معرفة المغزى من وجود القبلة عند أهل الكتاب فالقبلة كانت دائما نحو الشرق فبعدما هيئ موسى خيمة الاجتماع كانت تجاه قدس الأقداس نحو الشرق كما يفيد سفر العدد الإصحاح الثاني من العدد 2 إلى 3 فباللغة العبرية من أجد مقابل أي الناحية الشرقية وتؤكد التوراة على ذلك في الإصحاح الثالث العدد 38 والنازلون قدام المسكني إلى الشرق قدام خيمة الاجتماعي نحو الشرق إذن القبلة ناحية الشرق وعند بناء الهيكل فقدس الأقداس كان نحو الشرق وبقيت قبلة اليهود والكنائس التقليدية أيام محمد نحو بيتها مقداش ولازلت إلى اليوم وكلمة القبلة هي كبلة باللغة العبرية بمعنى استقبال وهي في الأصل الأرامي بحرف القاف بمعنى يقابل يواجه يقبل يرتدي يأخذ يقدم يهدي يضحي إلى آخره فتحالف اليهود والعرب أيام محمد كما قلنا كان تحالفا سياسيا أراد منه أن يصبح عقائديا وفطنا اليهود والنصارى لهذا الأمر وهذا هو سر رفضهم لاتباع قبلتهم الجديدة لتكملة الموضوع كونوا معنا في الحلقة القادمة وإلى المرة ترجمة نانسي قنقر